موسيقى ماذا تعرف عن قناة بنغوريوني ما الذي يمكن أن تفعله الدول العربية لمعاقبة الكيان كيف يقوم اليمن بتضخيم تكلفة الحرب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا تعرف عن قناة بنغوريون الرياض وأبوظبي أيضا سيستفيدان بشكل كبير هذا جزء من مقالات أخذت تنتشر هذه الأيام بعضها في الكيان الصهيوني وبعضها في الولايات المتحدة الأمريكية ستستفيد الرياض وأبوظبي أيضا بشكل كبير من خطة عام 1963 غير السرية لبناء قناة بنغوريون من خليج العقبة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط والتي ستصل لها من مصادفة وكذا منشور في المقال إلى مسافة قريبة جدا شمال غزة المدمر الآن ومن شأن القناة أن تسمح لإسرائيل بأن تصبح مركزا رئيسا لعبور الطاقة مما يؤدي إلى إزاحة قناة السويس المصرية وهذا طبعا يصادف أو يتوافق بشكل جيد مع دور إسرائيل باعتبارها العقدة الرئيسة الفعلية في الفصل الأخير من حرب الممرات الاقتصادية الهند كما تعلمون اجتمعت مؤخرا فيها دول صناعية كبرى واتذكرت الولايات المتحدة الأمريكية ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي بايدن وسماه ممر الشرق الأوسط IMEC إن IMEC هو اختصار منحرف كما تقول إحدى المواقع الأمريكية اختصار منحرف تماما كما هو الحال مع المنطق الكامل وراء هذا الممر الخيالي الذي يتلقص في وضع إسرائيل التي تنتهي كل قانون الدولي كمركز تجاري مهم وحتى مزود للطاقة بين أوروبا وهي جزء من العالم العربي والهند وطبعا آسيا وكان هذا أيضا هو المنطق وراء التنثيلية التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر أيلول حيث كشف للمجتمع الدولي برمته عن خريطة الشرق الأوسط الجديد حيث محيت من هذه الخريطة فلسطين بالكامل كل ما سبق يفترض أنه سيتم بناء خلاة بن جوريون يعني هذا الممر الجديد وهذا ليس أمر مسلما به في أي من المعايير الواقعية هذا أمر خيالي لكنهم يعملون عليه ويريدون بأي شكل من الأشكال أن يدمروا غزة ليحيوا من جديد ما أصبح يعرف أو كان يعرف بالرغبة أو الحلم الإسرائيل القديم في إيجاد ممري بن جوريون أو قناة بن جوريون أحبائي النظام الصهيوني اللقيق يحاولوا بدعم مباشر من الولايات المتحدة والغرب وتتشوفون هذا يفسر لكم سكوت الغرب يعني بعد شغلت أكثر من شهرين وأسبوع تقريبا حدود شهرين وأسبوع وأحنا أمام صمت هائل صمت مطبق من قبل الدول الغربية أمام هذه الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع بحق الشعب الفلسطيني تدمير غزة تدميرا كاملا أحياء مشاريع قديمة حتى موضوع التسفير يعني هذا الترانسفير أو موضوع التهجير بدأوا يتحدثون عنه علانية وهذا يكشف لك أن عملية طوفان الأقصى هي موهية المبرر التي دفعت هذا الكيان لكي يفعل ذلك أموهي السبب التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية وعموم الغرب ودول عربية أخرى متواطئة يسكتون عن هذه الجرائم ويمنحون الكيان الصهيوني ما يسمونه بحق الرد مع أننا قلنا سابقا بأن حتى عملية طوفان الأقصى جرت في غلاف غزة يعني في داخل الأراضي الفلسطينية التي هذا القانون الدولي الأعور يعترف بأنها أراضي فلسطينية محتلة في 3 نوفمبر من هذا الشهر الماضي 2023 أعلن النظام الصهيوني مرة أخرى وبشكل واضح عن بدء عملية إنشاء قناة بنغوريون التي قلنا أنها ستربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر البحر الأحمر اللي تطل عليه غزة في البحر الأبيض المتوسط طبعا من الطبيعي جدا مثل هذا الإعلان يثير قلق دول مثل مصر مثل الأردن لأنه قناة بنغوريون ستصبح منافسا خطيرا لقناة السويس التي يتم تشغيلها حاليا بكامل طاقتها مع ملاحظة أحبائي أن الهدف الآخر للكيان الصهيوني من إنشاء قناة بنغوريون هو إنشاء نقطة اتصال بحرية بين آسيا وأوروبا وعلى وجه الخصوص بعد إضفاء ما يسمونه بالطابع الرسمي إضفاء الطابع الرسمي على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية هي 5 جزء من المؤامرة كانت مرتبة من الزمان من قبل يعني أعطوها المصريين أعطوها هاتين الجزيرتين إلى هذا الكيان وهذا يعني أن السعودية تسيطر على حركة السفن الدولية في خليج العقبة وعلى هذا الأساس فإن هذا الهدف الاستراتيجي لهذا تشوف البصر عندما تعارض هي أيضا تعارض من هذا المنطلق تعارض موضوع تهجير الفلسطينيين لأنه قناة بنغوريون مجرد الإعلان يعني أنه هناك أهداف لجعلها منافس لقناة السويس وفي نفس الوقت أيضا ستضر بالحدود البحرية للأردن وسيصبح هذه القناة المنافس يعني على سبيل البثال لو نتحدث بلغة الأرقام مثلا فيما يتعلق بمصر مثلا يمكن القول أنه إذا تم افتتاح قناة بنغوريون فإن دخل البلاد السنة والمصر من قناة السويس الذي يصل حاليا إلى 8 مليار دولار سينخفضوا إلى النصف النصف هايوان راح تروح راح تروح تجيب الكيان الصهوني خصوصا وأن هذا الكيان الصهوني سيعمل على إنشاء قناة بمرين يعني الهدف الأساسي الذي أعلن عنه أنه القناة بها ممر رايح وممر جاي بينما قناة السويس ممر واحد تفهموني يعني إذا حصلك عطل أو حصلت مشكلة في قناة السويس قناة السويس السفن بعد بتقدر تشتغل بتقدر تروح تعبر من هذا الممر بينما قناة بنغوريون يريد يسوونها بممرين ممر للذهاب وممر للإياب وبعد افتتاع قناة بنغوريون سيستمر سيستمر 30 ألف من العاملين الذين يعملون فيها لإنشائها في العمل فيها خاصة وأن الصهاينة يخططون لبناء مجمعات ترفيهية وسياحية حول القناة إذا أنا أحبائي يعني هل من المعقول أنه من يجوف هذا العمل الذي يجري هذا العمل هذه المجازر هذه الإبادة التي تجري هل هذه هي بالفعل بالصدفة هذه اللي تجري يعني هذا الحديث الآن الكونغرس يتحدث عن توطين لاجئي غزة لاجئي غزة فلسطيني غزة توطين مليون في مصر توطين 500 ألف في تركيا هذا مشروع قدمه الكونغرس أعضاء في الكونغرس إلى الكونغرس للمصادقة عليه يقول لك هذول ينقلهم الفلسطينيين اللي في غزة مليون يروحون إلى مصر ونصف مليون يروحون إلى تركيا وربع مليون إلى العراق في الأنبار إلى العراق يفكرها زيب وربع مليون طبعا يروحون إلى اليمن بس مو إلى اليمن إلى المراطق التي يسيطر عليها أنصار الله لا إلى الممن المماكن التي يسيطر عليها حلفاء الولايات المتحدة ما أقول مرتزقة ما أقول شيء آخر والذين تتحكم بهم المملكة العربية السعودية ويدول أخرى حليفة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الواقع لهذا نحن من نجي نتحدث عن الضرر الذي يمكن هذا سأتحدث لكم عنه في المحور الثالث الضرر الذي تلحقه العمليات التي يقوم بها أنصار الله سواء فيما يتعلق بضرب واستهداف الكيار الصهيوني أو حتى في موضوع احتجاز الصفن التي تعود إلى النظام الصهيوني هذا الضرر الذي يتحدثون عنه فيما يتعلق بالكلفة والذي ستنسحب بالتأكيد تداعيات على دول بس المملكة العربية السعودية لكن في نفس الوقت أن تدمير شمال غزة وإنشاء ميناء في شمال غزة هو واحدة من أهم الأهداف التي يرادوا لها من هذه الحرب العدوانية التي يشنها الكيار الصهيوني ومع كل الأسف بعض الدول العربية متواطئة وبعض الدول العربية أيضا الدول الأخرى الصامتة وحتى الآن يتحدثون أن القانون الدولي هذا القانون الدولي الأعور يسمح في مناطق النزاعات لاستقبال النازحين بالنسبة لدول الجوار مثل مصر بعدها المصر يقول لك حتى ملازم تقبل لأنه القانون الدولي يقول خب هذا دمار والجاين قتلون فإنك على الأقل اسمح لهم يجون ولو مؤقتا فهذه المؤقت ستصبح دائمة لكن لحد هذه اللحظة مصر ترفض لأن قناة بن جوريون ستقتل خلاة السويس إذن هل هذه عملية قفان الأقصى تشفت أم أنها إن لم تحصل فهذا الأمر هو ماضن وماضن على قدم الوساط يعني سيفعل الأمريكان الذين يقودون هذه الحرب في غزة ما فعلوه حاليا حتى لو لم تكن هناك عملية قفان الأقصى ما الذي يمكن أن تفعله الدول العربية لمعاقبة الكيان الصهيوني لاحظتم خلال الأيام الماضية منذ اندلاع عملية طفان الأقصى والجرائم التي ارتكبها الصهيوني بزعم أنه يدافع عن نفسه ويقوم بالرد ولم يحقق واحدة من الأهداف التي أعلنها هناك خط بياني ثابت في تعاطي غلوات فضائية ووسائل إعلام عربية وهذه وسائل الإعلام العربية مع أنها قد تختلف كثيرا مع توجهات بعض الدول العربية المتواطئة مع الكيان الصهيوني إلا أن هذه القنوات الفضائية وهذه الوسائل الإعلامية تتفق مع هذه القنوات ووسائل الإعلام للدول العربية المتواطئة مع الكيان الصهيوني في نقطة واحدة وهي التشكيك بدور محور المقاومة والتشكيك بدور إيران بشكل خاص لكنها تحاول أن تكون أن تلعب على يعني معادلة ما يسمى بالمهنية والاعتدال عندما تضع في ميزان واحد المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى وبالطرف الآخر إيران فتلقاها دائما تطرح هذا السؤال ماذا فعلت إيران وماذا فعلت الدول العربية خصوصا المملكة العربية السعودية لدعم غزة ولدعم المقاومة وطبعا هذا الجدل العقيم يستمر كثيرا وفي الأثناء طبعا في البين يجري ضخ كميات كبيرة من السم ودس كميات كبيرة من الأكاذيب ومن التضليل والتعمية كل ذلك لتشويخ صورة المقاومة ولتشويخ صورة الجمهورية الإسلامية وموقفها من قضية فلسطين مع أنهم يبررون للمملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى عدم مبادرتهم لخوض حرب لصالح سكان غزة لدعم الفلسطينيين ويوجدون الكثير من التبريرات منها واحدة منها مثلا أنه بعض الدول العربية منخرطة في اتفاقيات تطبيع أو اتفاقيات سلام بين قرسين سلام ما في شيء اسمه سلام التطبيع لم يأتي بالسلام وهذه الاتفاقات موجودة وهذه مكبلة وأيضا يبررون بأن الدول العربية الأخرى عموما اختارت طريق السلام منذ العام 2002 هو طبعا من قبله منذ العام 2002 في قمة بيروت المعروفة القمة العربية في بيروت عندما تبنت القمة العربية في بيروت مشروع قدمه الملك عبد الله آنذاك كان ولي العهد المملكة العربية السعودية في قضية يعني بعدين بدوا يتحدثون عنها بشكل مباشر يقولون حل الدولتين وقلت لكم هذا الأمر مو جديد يعني هذا الأمر حتى بعده وطبعا ها بالمناسبة هم يبررون هذا التخاذل أو هذا الاستسلام بأنه والله إحنا الجمهورية الإسلامية إيجيت واحتلت أربع عواصم وهذه الكذوبة الرائجة منذ 2015 وقبل هم كان يبرروها والله الثورة الإسلامية إيجيت وشقت صف المسلمين وصف العربي وصارت هناك يعني تباين في الآراء حول الثورة الإسلامية فيها دائما إيران إيران يعني احنا اتجهنا للتصالح مع الكيان الصيوني السبب إيران إيران أقول في العام هذا يجب أن دائما ننعيده لأن هم دائما يكررون هم هم دائما يكررون ويعيدون هذه الأكذوبة أن إيران تحتل أربع عواصم عربية وإحنا قلنا سابقا وكررنا قلنا هذا الكلام هذا كرره وأطلقه النتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس الأمريكي وكرر في الآيباك المنظمة الصهيونية لتحسين العلاقات أو تحسين صورة إسرائيل في المنطقة العربية في مارس آذار 2015 قبل الاعتداء الذي قامت به المملكة العربية السعودية على اليمن قبل قبل نعم ويقولون إيران احتلت العواصم العربية الأربعة فاللي قالها نتنياهو ويجون يكررون فأقول حتى احنا لازم نكرر هذه المقولة في العام 1978 التأمت قمة في بغداد قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران الثورة الإسلامية في إيران انتصرت في العام 79 في العام 78 وكان هذا البحث اللي خبصنا وسوى جبهة تحرير عربية وشق الصف الفلسطيني وقام بتنفيذ اختيالات لقادة حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح قدام وحزب البعث حزب البعث سوى قمة عربية في بغداد خرجت ببيان وأعضاء روحوا شوفوا البيان ما يختلف كثيرا عن البيان الذي تبنته قمة بيروت عام 2002 وعن الحديث وعن البيان الأخير الذي صدر عن القمة العربية الإسلامية في الرياض بعيدة أو بعدها منقول بعيدة لأنه بعد أيام من الاعتداء على الفلسطينيين ودعا أيضا إلى حل الدولتين والذي رفضته إيران ورفضته باقي فصائل محور المقاومة ومنها اليمن اليمن صنعاء البيانة التي صدر في 78 في نوفمبر بعد ذي غابر السادات الرئيس المصري الأسبق إلى القدس المحتلة واعترافها بالكيان الصهيوني وتطبيق التوقيع على معاهدة كام ديفيد البيان يقر المضي في ما يسمونه بالسلام الجماعي وفق القرارين الدوليين 242-338-48-148-142 يتحدث عن حدود أربعة ما قبل يعني يوم أربعة قبل قمسة يونيو حزيران 1967 اللي هلسة قاعدين يحكون يقولون حل الدولتين الحل الدولتين الدولة التي تسمى إسرائيل ترجع إلى حدود قبل خمسة يونيو 1967 والبقية الأراضي تمنح للفلسطينيين وبالمناسبة وكذلك مرة أخرى عملية طوفان الأقصى جرت وفق يعني في هذه منطقة غلاف غزة التي يفترض أن تكون هي من ضمن الأراضي الفلسطينية وفق ما يسمونه بالقانون الدولي على كل ذلك الوقت ما كانت أكون إيران ولكن العرب كلهم اعترفوا بهذا الكيام الصهيوني اللقيط وبشكل جماعي بس يغلفون كانوا اعترافهم بهذا الكيام الصهيوني بكلمات شوية بيها ثورية القمة الأخيرة التي حصلت كانت قمة عربية إسلامية عادية جدا لم تحقق شيء بالنسبة للدول العربية ماذا فعلت الدول العربية ماذا فعلت الدول العربية لصالح الفلسطينيين زين مو يطلع دينيس روز المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط ويقول كل الدول العربية التي زرتها والمعنية بما يسمى بالسلام في الشرق الأوسط كلها تقول كلها راضية عن الذي يجري في غزة وكلها تدعو إلى التطبيع مع الكيام الصهيوني وإلى إنهاء المقاومة الفلسطينية مو هذا جيرالد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي السابق والمسؤول عن ملف التطبيع فيما يسمى باتفاقات أبراهم مو زار المملكة العربية السعودية وتحدث من هناك وتحدث بعد أن خرج أيضا في قنوات أمريكية منها شبكة CNN وقال أن السعوديين غاضبون لما فعلته حماس في طوفان الأقصى غاضبون مزعوجين ويطلبون من إسرائيل أن تنجز المهمة تنهيها يعني تنهي على حماس ويقولون أن التطبيع على الطاولة لا يزال فعلت الدول العربية وماذا فعلت إيران؟ أمن يكررون في وسائل إعلامهم حتى يبررون خيانتهم زيان ليش مو إيران تروح تقود جيش من لبنان ومن سوريا زي مو لبنان وأنت أوجدتم معادلة أنت الدول العربية نفسكم بعيد 2006 العدوان على حزب الله وعلى لبنان الذي انتصر فيه حزب الله أوجدتم معادلة في لبنان أن قرار السلم والحرب ليس بيدي حزب الله وأكون فاعليات سياسية وأحزاب سياسية وتكون مكونات أخرى ترفض هذه الحرب ومع كل ذلك إيران التي تدعم حزب الله منخلطة مع حزب الله وفق يعني ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وفق المعادلات التي أوجدوها هم الآن يفعلون الأفاعيل ضد هذا الكيان الصيوني سوريا سوريا مو هذه سوريا الآن أولا اتجافة سوريا مفتوحة بالمناسبة والكيان الصيوني يومية قاعد يشن اعتداءات على سوريا ومو بس الكيان الصيوني وهاي إدلب وهاي حليفتكم تركيا وهذه الـ 1200 1200 منظمة مسلحة تنظيم مسلح 1200 باعتراف نائب رئيس المخابرات المخابرات في البنتاجون وزارة الدفاع يقول احنا أسسنا 1200 منظمة مسلحة شنو شغلها في داخل سوريا لمشاغلة الجيش السوري لمنع الجيش السوري من أن ينخرط بشكل مباشر وبعدين لنفترض جدلا انخرطوا في حرب شاملة مع الكيان الصيوني أين سيقف العرب حددوا موقفكم أين سيقف العرب وأين ستقف هذه الدول العربية إذا اندلعت الحرب الشاملة مع الكيان الصهيوني حددوا مواقفكم لكي أيضا نحن نجيب على هذا السؤال إلى إيران سنظل ندفع ثمن ما يحدث في البحر الأحمر كما فعلنا في عام 1973 هذا أنوان لمقال وهو واحد من عشرات المقالات التي نشرتها الصحف العبرية هذا نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت تحدثت عن الكلفة الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية لأثيرها على المجتمع في داخل الكيان الصهيوني هذه الكلفة التي يدفعها هذا الكيان بعد انخراط الأخوة في أنصار الله وحكومة صنعاء في اليمن في هذه الحرب العدوانية التي شنت أقول شنت على الفلسطينيين في قطاع غزة لعل البعض يقلل وقلت لكم حتى في المحور الثاني عندما يتحدثون هؤلاء الذين طرفين الطرف المعادي للسعودية لأنه أيضا معادي لإيران لأسباب طائفية وبعضهم أيضا قلت لكم هذا هو الضبان الضبان والذباب أقل درجة من الضباب الصهيوني هذا ذبان متصهين أوجدته الوحدة من 1200 وهم لازم أذكركم بهذه الوحدة من 1200 في جهاز أجهزة المخابرات الكيان الصهيوني وظيفتها الآن جذب وكسب وتجنيد عناصر من الدول العربية شوفها محلل سياسي وخصوصا ذو اللي يسموهم الضباط سابقون والآن الكل يصير المحللين استراتيجيين يحللون ويحشون بس يشكك بأعمال المقاومة في لبنان عزب الله في لبنان أنصار الله والمقاومة الإسلامية في العراق وطبعا أيضا في الحكومة في الجمهورية الإسلامية ودور الجمهورية الإسلامية وعموم بحور المقاومة في سوريا أيضا التشتيك بدورهم ما يباوع إلى حجم هذه المواجهة بين الطرفين بل البعض يعني يذهبوا يعني أعرف والله ما هذا شو عبر يقول ما عندهم حياء ما يستعون عقول ما عندهم يقول هناك تخادم تخادم بين محور المقاومة وبين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بين إيران والفصائل وبين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تخادم يعني شتحت شوية هذا مثل ما واحده أصلا ما يعترف بأله وتجي تريد تناقشة تقول للقرآن يقول الله موجود يحبهم هو ما يعترف بأله فهذا شو نتناقشة هذا شو شو تتفهم وياه إذا أكتخادهم فإذا الموضوع خلاص انتهيت صرنا كالدهريين هذا الأولاء الدهريون على كل هذول هم يعترفون يعني هو الكيان الصهيوني يعترف بحجم الضرر الذي يلحقه أنصار الله يقول لك أنصار الله وشنو هاي الصواريخ التي تطلق وتروح إلى الكيان الصهيوني ما توصل المهم أن يشكك المهم جدا أن يشكك مع أنهم هؤلاء أنفسهم أجبرتهم نفس هذه الصواريخ خاصة الدول مثل المملكة العربية السعودية وقلت لكم إعلامها يميش تغل على هذا الخط مع كل الأسف يعني المملكة العربية السعودية الآن هي متصالحة وياه إيران لكن مسخر إعلامها كله ضد إيران لشيطنة إيران وحتى أيضا يوجدون يريدون يوجدون مبررات للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية لضرب إيران باعتبار أنه هذه الفصائل هي مدعومة من إيران فإيران يجب أن تعاقل وهذا ما تحدثت عنه حتى صحيفة الهائريتس العبرية قالت بأنه وزير الدفاع الأمريكي هدد بمعاقبة الفصائل التي وجهت يعني استهدفت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا لكنه لم يشر بشكل مباشر إلى إيران لكنه هدد إيران وتعرفون هناك تفوير لا يزال قائما من الكونغرس الأمريكي يسمح للإدارة الأمريكية يسمح منذ العام 2002 بارتكاب ما تراه مناسبا من عمليات قتل واختيال وتدخل كما فعلوا في اختيال قادة النصر كما فعلوا استهداف مواقع الحجد الشعبي كما فعلوا سابقا استهداف الشرطة الاتحادية كما فعلوا في غزو العراق عام 2003 بزعم أنه والله هذا الأمن القومي الأمريكي يقتضي ذلك وهو يفسر الآن الأمن القومي الأمريكي شون ما يريد فأقول معا أن هذه الصواريخ نفسها للأخوة في أنصار الله هي التي أجبرت الأخوة في المملكة العربية السعودية على القبول بالهدنة حتى الآن لا يوجد سلام بين أنصار الله يعني بين صنعاء وبين المملكة العربية السعودية هم يقللون من شأن هذه الصواريخ ونفس الكيان الصيوني يتحدث عن موضوع البحر الأحمر وباب المندب وأحبائي لا حاجة للتذكير أنه حتى هذه اللحظة عندما يتحدثون عن القانون الدولي وعندما يتحدثون عن أن الأنصار الله بسبب هذه الأفعال التي يفعلونها استهداف السفن الإسرائيلية لحد الآن هم يتحدثون عن السفن الإسرائيلية والتابعة للنظام الصيوني هذا سيستدعي القوات الأجنبية إلى البحر الأحمر وهي القوات الأجنبية موجودة هم بالأحر الأحمر وهم بجواره هذه واحدة واثنيا هذه العمليات تجري في المياه الأقليمية اليمنية يعني ضمن القانون الدولي ثلاثة اليمن كل اليمن حتى ليس فقط حكومة أنصار الله خاف حتى يريدون يقولون والله ما كون هناك وحدة موقف في اليمن الجنوب يعني يا يمن حضرموت مأرب عدن صنعاء لا صنعاء وكل هذا اليمن الذي يراد تقسيمه وكرر يراد تقسيمه لا يعترف بالكيان الصهيوني وهو في حالة حرب مع الكيان الصهيوني شأن شأن العراق العراق أيضا ما عدنا اتفاقية سلام مع هذا الكيان الصهيوني لا توجد اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني في حالة حرب مع الكيان الصهيوني العمليات تجري في المياه الإقليمية الهدف هو حتى هذه اللحظة هو منه السفن التابعة للكيان الصهيوني زين هذه السفن التابعة إلا إذا انخرطت دول أخرى وهم حاسبها هذول ينظرون بنور الله وينطقون بلسانة العربي المبين يقولون أحنا فلسطين هذا واجبنا أن ندافع عنها ونتحمل ما نتحمل تعرفون أنتم بين التطميع الترغيب والترغيب يتعرض اليمن وأنصار الله تحديدا لضغوط شديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية أخرى فقط لكي يتخلوا عن موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية والذي تحترف يحترف الكيان وتحترف صحفه ومراكز أبحاثه بأن الحرب التي أعلنها بين قوسين الحوثيون هم يقلنون من شأن اليمن يقولون الحوثيون مع أن هذا فخر للحوثيين ولبقية اليمنيين الحرب التي أعلنها الحوثيون على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ستسبب بأضرار كبيرة وليس فقط على المستوى الاقتصادي لقد كنا في وضع مماثل خلال حرب يوم الغفران 1973 ثم كلفنا ذلك غاليا في نفس الوقت الذي اندلعت فيه حرب السيوف الحديدية وقدت لكم نفس الهارتس الصهيونية تكتب لك أحد كبار محلليها يقول لا تسموها حرب السيوف الحديدية سموها حرب إسقاط السراويل لأنها جعلت الكيان الصهيوني عاريا عن كل شيء عن المعادلة الأمنية عن التأييد الشعبي كشفت جرائمه وأنه هذا اللي يقولون عليه الهولوكوست الذي حصل في ألمانيا ضد الشعب اليهودي هذا الآن فرض أنه صحيح فرض المحال ليس بمحال الآن يمارس على النطاق الواسع بحق الشعب الفلسطيني في نفس الوقت الذي اندلعت فيه حرب السيوف الحديدية فتح المتمردون الحوثيون في اليمن جبغة بحرية في جنوب البحر الأحمر وبلغت ذروتها بالاستلاع على سفينة لها علاقات مع إسرائيل ويا أخي والله العظيم وتجي تشوف الصحافة ووسائل الإعلام العربية للأنظمة وللي سموهم مو مع الأنظمة مع كل الأسف قلت لكم في المحور السابق يقولون هذه السفن هذا تهديد للملاحة يابوا مو هذا إسرائيل مو هاي إسرائيل اللي جاء يقتل بالشعب الفلسطيني هم يعترفون هذه السفينة لها علاقة مع الكيان الصهيوني والوضع الناتج يشكل تحدياً لإسرائيل بسبب اعتمادها المطلق على التجارة البحرية خاصة مع دول الشرق الأقصى يابان وكوريا وصين هناك خياران للتعامل معه العمل في أسرع وقتاً ممكن لإزالة التهديد أما بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الأسطول الخامس الأمريكي يعني موجود الأسطول الخامس الأمريكي بعد شنو استدعاء القوات الأمريكية على موجود بالبحرين والبحرين الموقع على اتفاقات إبراهام أو تجنب المواجهة على الرغم من كل التداعيات التي قد يخلفها ذلك على إسرائيل على الصعيد الاقتصادي يعني اختيار طريق آخر طويل على مستوى وصورتها للردعي في المجال البحري طبعاً البحر الأحمر يعد أحد الطرق الطرق الشحن المهمة في العالم لكنه بالنسبة لإسرائيل تقول الصحيفة يدي عوة أحرانوت كان يحمل دائماً صورة البحر الحزين من عنوان كتاب هذا الكتاب للبروفيسور حجاي إيرليك ولها نقطتان تتحكمان في الدخول والخروج منها وإليها في الشمال قناة السويس ومضيق تيران اللي احتينا عنه في فاشائلات وفي الجنوب مضيق باب المندب على كل هذا أيضاً موضوع البحر الأحمر وأنا سابقاً لنقل لكم عن قادة عسكريين كبار حتى قبل الميلاد وبعد الميلاد يتحدثون أن من يتحكم بباب المندب يعني في بحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز يتحكم بالعالم مع كل ذلك أقول حتى هذه اللحظة الأخوة في أنصار الله يتحركون وفق المعادلات الدولية ودائماً ويقولون وأخيراً هموجهوا تهديد للدول في المنطقة التي انخلطت لصالح الكيان الصهيوني يعني مملكة العربية السعودية هي تقول أنا جاء أعترض صواريخ تطلق من قبل أنصار الله باتجاه إيلات وباتجاه مدن فلسطينية أخرى محتلة ويبرر هذا الإعلام الكاذب يقول ها مو هذول من حقهم لأنهم ممكن يشعرون أنهم هم مستهدفون لا لا مو حقهم لأن الأخوة في اليمن أبلغوا المملكة العربية السعودية انتبهوا أحبائي الأخوة في اليمن أبلغوا إخوانهم في المملكة العربية السعودية بأننا نريد أن نوجه صواريخ تستهدف الكيان الصهيوني مو إلكم نحن وياكم الآن في هدنة فذهب الأخوة في المملكة العربية السعودية وأبلغوا إخوانهم في الكيان الصهيوني وإخوانهم في الولايات المتحدة لإجهاض مشروع هذه الصواريخ التي ستستمر وستطال المملكة العربية السعودية إذا تمادت واشتركت بشكل مباشر في هذه التهديدات منفذة التهديدات التي أطلقها الكيان الصهيوني وأطلقتها الولايات المتحدة فيما يتعلق باستهداف اليمن ومنعه من استهداف الكيان الصهيوني فإذن نقول أن التكلفة الكبيرة التي يتحملها الكيان سوى من أنصار الله ويقولوا نحن نستعدين نحن جاهزين لكل خيار وخلي جربون حتى نعود إلى ما قبل سبحة أكتوبر وما بعد سبعة أكتوبر كما يقول الأخوة في أنصار الله أبدا وكما يثبت الواقع ليس هو كما قبل سبعة أكتوبر ترجمة نانسي قنقر